الحكاية بدأت خليني أروح معاك و2018 انطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي واللي حصل إنه الحملة نجحت بالفعل قامت الحملة وقتها بفحص 80 مليون مواطن مصري للكشف حطوا خط تحت الرقم لأنه الرقم كبير لما يكون في بلد بتقدم خدمة لـ 80 مليون للكشف عن إيه فيروس سي أمراض السكر ارتفاع ضغط الدم السمنة وكمان كان فيه تقديم لخدمة المتابعة والتقييم والعلاج مع مراكز العلاج المختلفة اللي حصل إنه الحملة بتاعت فيروس سي ما بقتش مجرد حملة بقت حملة وبقت علاج وبقت قضاء على الفيروس وده قبل انتهاء المهلة بعشر سنوات من قبل منظمة الصحة العالمية الآن زي ما بنقول وزي ما حضراتكم زي ما قلت لكم الصور توثق ما قامت به مصر مصر تعتبر أول دولة على مستوى العالم كله بتصل للهدف اللي وضعته منظمة الصحة العالمية لأنه أنتوا عارفين أن منظمة الصحة العالمية بيبقى عندها أهداف معينة وبيبقى عندها توقيتات معينة يعني ممكن تقول مثلا الفيروسات الكبدية هتبقى مثلا هديها عشر سنوات علشان يبقى في كل دولة عندها من المجهود أنها تقدر تفحص تقدم العلاج ويتم الشفاء أو التخلص والقضاء على هذا الفيروس ده اللي حصل مع مصر بس مصر نجحت قبل انتهاء المهلة اللي بتقدمها منظمة الصحة العالمية بكام بسنوات كثيرة جدا وده كانت المهلة حتى عشرين تلاتين طبعا هذه الإشادات العالمية والموجودة كانت الحقيقة إشادات كثيرة جدا ومتنوعة بأنه قدرت مصر بهذا التعداد السكاني الكبير وبهذا الاختلاف ومش بس أنت مش بتعملها في منطقة محددة أنت بتلف مصر كلها بمحافظاتها بقراها بنجوعها بكل الأماكن عشان تقدر تعمل هذا الحصر وهذا العلاج وتقدر تعرف أنت كمان قدرت تقدر تحصر هذا الفيروس وهذا المرض وتقدم العلاج خلينا ناخد مزيد من التفاصيل دكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي للأمراض المستوطنة والكبد مساء الخير يا دكتور مساء نوري فهل يعني هذا الإنجاز اللي قدمته مصري في هذا الملف تحديدا ملف فيروسي والفيروسات الكبدية كلمنا عنه إزاي قدرت مصر بهذه الأرقام إن هي تنتهي أو تنجز هذه المهمة الصحية للمواطنيين هنا في مصر وذلك قبل انتهاء المدة بعشر سنوات هو موضوع بيروسي هو موضوع قديم قوي داخل قطاع الصحي في مصر وكان دايما بمشكل مشكلة صحية كبيرة في المجتمع الصحي وكان بيبقى ليه مرضوض طبعا على مرضوض اجتماعي ومرضوض اقتصادي على القطاع الصحي والدولة المصرية ابتدى الموضوع من سنوات عديدة من أول مسح طبي تمت 2008 وشاف إن ساعتها كانت أعداد السكاني حوالي 75 مليون كان نسب الإصابة داخل المصريين حوالي 15% المسح دا اللي تعمل في 2008 كان مسح بسيط في أعداد عشرات الألاف من المرضى وعلى مستوى الجمهورية ووصل للأرقام تم عدت المسح دا تاني 2015 وكانت النسبة أعلى لأن عدد سكان ذات بس كانت النسبة للإصابة حوالي 10% فكان في الوقت دا ابتدت تظهر الأدوية المباشرة لضد الفيروس والدولة فعلا من 2014 ابتدت توفره بأسعار مزعومة بتوصل لـ 1% من سعره العالمي تمام إنما كان فيه مشكلة حقيقية موجودة أن اللي بيكتشف المرض بيتعالج بس ما زال فيه ناس كتيرة لا تكتشف المرض لأن الفيروس دي ممكن ما بقاش فيه أي أعراض ويتم اكتشافه بالصدفة أثناء أي فحص طبي سواء للسفر أو للعمل أو خلاف يعني كان المريض ممكن يبقى موجود وعائش ومش عارف أنه حامل لهذا الفيروس أو عنده هذا الفيروس دا معظم الحالات وده كانت مشكلته أنه هو مش عارف وبالتالي ما بياخدش أجراءات احترازية وده في حد ذاته كان بيزود نسب الإصابة لأن إحصائيا للنموذج الإحصائي اللي اتدرت في الوقت ده إن المريض الواحد المصاب ممكنيا إلى المرض لثلاثة آخرين صحيح فبالتالي الأعداد بتزيد ومهما فيش وضع حقيقي نقدر نتعامل معه الدولة اشتغلت عائدة قطاعات وحطت خطة في اللي هي مبادرة 200 مليون صحة للقضاء على الفيروس دي لعشان تقابل الجولز أو الأحداث بتاعة منظمة الصحة العالمية 20-30 وكان أهمها أكبر مدف طبي حصل في التاريخ على المرحلة الأولى اللي هي كانت على جميع محافظات مطر حوالي 50 مليون مريض وامتدت بعد كده لأعمار سنية أقل في المراحل اللي بعد كده في طلبة المدارس وفي التأمين الصحي وخلائها ابتدى لما ظهر ما تم عمل المتح ده في 6 أشهر لحوالي 50 مليون مريض طبعا دي كانت سابق طبي محصاتش على مستوى العالم والجميع الدوريات الطبية والعالمية رصدت ده وخدت التجربة المصرية في جميع المحافل الدولية سواء في أوروبا أو في أمريكا أو حتى نموذج نقدر نطبقه في الدول الأفريقية ودول الشرقية تمام عموما يعني أنا الحقيقة سعيدة لأنه حتى الصور اللي احنا تبعناها والصور اللي بنشوفها بتأكد على أننا لما بيكون عندنا ملف ونقدر نديره بهذه الكفاءة بتدينا كمان يعني اطمئنان بأنه يعني ملفاتنا الصحية في أيدي أمينة أن احنا نقدر ونبقى قادرين على المتابعة وأنه هذا الفحص اللي شمل جمهورية مصر العربية كلها وحققنا فيه هذا الإنجاز يطمننا بشكل كبير جدا بشكرك جدا دكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي للأمراض المستوطنة والكبد على هذه المدخلة وده أيضا من الأشياء اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من حيث الإنجازات لأنه صحة المواطن المصري مهمة وصحة المواطنين أكيد مهمة والدولة طول الوقت بتولي اهتمام لهذه الصحة لأنها من الأشياء المهمة جدا اشتركوا في القناة